بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم كيف ننزل فيجوال ستيديو كود على نظام ويندوز ونظام الماك في البداية ايش يعني فيجوال ستيديو كود هو بكل بساطة عبارة عن محرر نصوص هتقول ليش يعني محرر نصوص الفكرة هو عبارة عن مكان احنا نكتب بداخل الكود ومنعمل لوران داخل هذا البرنامج انه عبارة عن برنامج بالضبط طب ليش اخترت الفيجوال ستيديو كود لكتابة لغة الدار فيجوال ستيديو كود ما يميزه انه free حل اي اول شغل فيجدائي ادفع مصارم شغل ثانية في المستقبل اذا حبيت تتعلم ويب فالفيجوال ستيديو كود بكمل معك حبيت تتعلم مثلا فلتر برضو فيجوال ستيديو كود بكمل معك حبيت تتعلم جافر برضو فيجوال ستيديو كود بكمل معك بايثون برضو بكمل معك سي بلس بلس سي شارب برضو فيجوال ستيديو كود بيقولك انا رح امشي معك فانا رح اعلمك محرر للكود وفي المستقبل ما رح تواجه اي مشاكل يعني اي لغة في المستقبل تتعلمها يظل هذا المحرر شغال معك كيف من النزله هسه على نظام الويندوز الموضوع جدا بسيط رح تلاقي لينك الموقع في الديسكريبشن نعمل دولود فور ويندوز وطلقائية رح ينزل بحال هاي فيجوال سيديو كود سيتا من هون من السهم شو ان فولدر هاي التطبيق نعمل رايت كليك وبت نعمل اكسبت المعثق على الشروط نيكست هنا مكان التخزين برنامج نيكست نيكست كمان نيكست انست وهي قاعدين احنا من نزل الفيجوال سيديو كود على جهازنا ولا اسهل منها وما يميز هاب البرنامج كمان انه خفيف ما بحتاج اجزة قوية يعني اي جهاز بشغل الفيجوال سيديو كود فنش وهي الفيجوال سيديو كود يشتغل معنا هتلاقي الفيجوال سيديو كود اذا عملت له بحث من هنا في جهاز سيديو كود هتلاقي ممكن تعمل رايت كليك وتعمل هنا تثبيت في الويندوز دائما رايت كليك وفيه شغلة اسمها تثبيت صح؟ هي البنك ويتثبت عندك في الشريط تحت عشان دائما تلاقي عندك تحت في الشريط نقطة مهمة زي ما حكيت لك سابقا احنا فيه عندنا جروب على التليجراب انضمن له عشان اذا فيه اي مشاكل بتواجهك انحل المشاكل هناك وكمان اذا فيه عندك اي شغلة حاب تكتبه في التعليقات برضو اكتبها هسه منا نكمل احنا على نظام الماكو اس جماعة الويندوز يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم جماعة الماكو اس خليكم معا هسه ايجا دور كيف ننزل فيجوال ستيديو كود على جهازنا الماكو اس نفس الاشي هتلاقي لينك التنزيل في الدسكريبشن هيودك على موقعها شرحنا فكرة ايش هو فيجوال ستيديو كود بس بتكبس هنا على الدولود تلقائيا رح يبلش التنزيل هيقعب ينزل ننتظر قليلا هيخلص التنزيل نروح على الفايندر من الفايندر نروح على الداولود من الداولود فيجوال ستيديو كود تسحبه وبنزده داخل الابليكياشن اعيد لك اياه مسكنا اهلا ها مسكنا عملنا لدراق دروب سحبنا للابليكياشنز هيك صار الفيجوال ستيديو كود داخل الابليكياشنز الخاصة في نظامك على الماكو اس هيك خلصنا التنزيل هيو فيجوال ستيديو كود اخر ايشتهت تعطي اوبن صلاحيات وهيك الفيجوال ستيديو كود صار شغال انتك على جهاز الماكو اتمنى كانت الافكار سهلة وبسيطة واذا واجهت اي مشكلة تبليها في التعليقات او على جروبنا في التليقرام وراح تلاقي اللينك في الدسكريبشن ونشوفكم ان شاء الله في المحاضر القادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة